موسيقى الله الرحمن الرحيم كل سنة وانتو طيبين انا يحيى مصطفى غانم واستاذ الامراض البطنة والسكر كلية طب جامعة سكندرية الصيام فرض من الفروض الخمسة في الاسلام جزء من الاركان الخمسة الاسلام والصيام ده جزء من شريعة في كل الاديان السماوية الصيام في الاسلام بيبتدي من الفجر او من الشروع حتى غياب الشمس الوقت اللي الشخص بيبقى فيه صايم او ما بيكلش بيحصل فيه تغييرات في الجسم ربنا بيحمي الشخص وهو صايم عن طريق انه يطلع سكر من الكبد ومن العضلات معنى كده ان السكر له مصدرين مصدر من اللي باخده من برة ومصدر من اللي جسمي بيطلعه اثناء ساعات الصيام الجسم بيطلع عن طريق هرمونات معينة تروح زي الكورتزول بتروح تخبط على الكبد يطلع سكر بيبقى موجود لكن مش بس انه الصيام الفترة دي لكن كمان مواعيد النوم كمان بتختلف الناس المصاحبين للسكر سواء النوع الاول او النوع التاني بيحبوا يصوموا لكن الاتحاد الدولي للسكر عامل تعريفات مين يصوم ومين ما يصومش عشان كده بنطلب من اصدقائنا المصاحبين للسكر ان هما ييجوا شهر قبل صيام رمضان عشان نحدد مدى درجة خطورة الصيام عشان نقول لمين يصوم ومين ما يصومش يعني زي ايه يعني مثلا الناس اللي بيجي لها هبوط سكر في اخر ثلاث شهور دي ما تصومش الناس اللي جالها اسيتون اخر ثلاث شهور ما تصومش الناس اللي على غسيل كلبي ما تصومش الناس الكبار في السن ما تصومش الناس اللي بيجي لها هبوبة سكر بدون ان تدري دي ما تصومش الناس اللي عندها مشاكل في انه عندها القلب وغير مستقرة في الفترة الاخرانية دي ما تصومش وفي بعض القراءات النوع الاول دي اكتر درجة خطورة والناس ما تصومش في درجة تانية اللي هي درجة خطورة بس اقل زي الناس اللي النوع التاني اللي سكرها مش منضبط الناس اللي عندها حاجة في تصلب شرعين بالفترة القديمة الناس اللي عندها مشاكل في الكلا في الفترة اللي فاتت وفي درجة اقل بنسمح بيها بالصيام زي الناس اللي ماشي على نظام غزائي الناس اللي بتاخد جلوكوفاج الناس اللي ماشي بتحلل السكر بتاحك كل فترة الناس اللي ما عندهاش قضر مضاعفات اخرى للسكر في الفترة الاخيرة طيب برضو لازم نعرف حاجتين انه زي ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام لكن الناس اللي ما تصومش اللي هو حسب درجة الخطورة اللي عندها دي ساعد في ناس منها تقولك والله انا عايز اصوم الناس دي اللي بتيجي لازم دائما وابدا قبل رمضان بشهر بنعمل لهم نوع من انواع الثقافة السكرية ومش بس كده بنحاول ان احنا نشركهم معنا انه يتعلم يعمل حاجة اسمها المراقبة الزاتية تحليل السكر عشان نعرف اكتر وقت بيزيد فيه امتى السكر الحاجة التانية غير المراقبة الزاتية والتحليل بنتساعده انه يعرف خطط النظام الغذائي في رمضان قبل ما اختم الحتة دي لازم اعرف انه في حديث عن سيدنا رسول الله بيقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه شكرا